في وقت تتجه فيه التوقعات نحو تثبيت أسعار المحروقات الأساسية خلال التعديل المرتقب لها تتجدد الأسئلة عن أبرز استعدادات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين مع اقتراب فصل الشتاء بيكون في تأخير بفصل الشتاء على البنزين وعلى الكاز بالذات الكاز الكاز أكتر إشي وبيكون في تأخير من المصفات المصفاي عشان عندهم بيكون أزمة طبيعية على السيارات يعني بس هذا اللي بيصير بكل فصل الشتاء والله ما شفت أي مشكلة بالمحروقات نهائيا أنا شغلتي ميدانية دائما وبالفه بروحه باجه فيما عمري وقفت عند أي كازي وما لقيت عندها أي محروقات أو شيء خلال كل فصول يعني قضية تبرز على الساحة في ظل أزمة طاقة يعاني منها الأردن جراء ارتفاع الطلب على المحروقات وانقطاع الغاز المصري عن المملكة نتيجة التفجيرات المستمرة لخطوط أنابيب الغاز الواصلة إليه والمستخدم في توليد الطاقة الكهربائية حتى قضية الغاز المصري بات مشكوك فيها الآن بالنسبة لحكومتنا لأنه كانت الصحف المصرية خلال الفترة الماضية حكت أنه ما كان هناك أي انقطاع للغاز المصري حتى لو كان هناك تفجير لبعض الخطوط إلا أنه ما انقطع الغاز المصري بشكل كامل وبالتالي هناك تشكيك بالحكومة بقضية الغاز المصري وأنه ما انقطع وإنما هي حجج لرفع أسعار المحروقات فمعادلة المحروقات والشتاء ليست بالعبء الهيني إذن على قطاع الطاقة وأرقام الحكومة التي تشير إلى أن مستوردات المملكة من المشتقات النفطية قد قفزت بنسبة 120% خلال الثلوث الأول من العام الحالي فيما ارتفع استهلاكها من النفط إلى 170 ألف برميل يوميا في حين تقدر القيمة السنوية لفاتورة الأردن النفطية بنحو مليار و700 مليون دينار تذهب معظمها إلى المملكة العربية السعودية التي يستورد الأردن منها معظم احتياجاته النفطية وسط معلومات تفيد باقتراب توريد النفط السعودي للمملكة بأسعار تفضيلية وشط بمبالغ مستحقة على مصفات البترول الأردنية يزن الرماوي لبرنامج دنيا الصحافة إذن فاصلوا ومن ثم نعودوا من بعده لتعرف على حالة الطقس وحركة السير وما زال في جعبتنا الكثير من الأخبار فابقوا معنا